نروح بقى لتريند الاهلي وتريند الاهلي النهاردة معنا فيه تفاصيل مهمة جدا لان بالتأكيد ان سوشيال ميديا كلها عندها اخبار وكلام مهم بخصوص نتيجة مباراة الاهلي والجونة واللي يحصل الفترة اللي جاية الحساب الرسمي ليلا كورة على تويتر قال وفقا لمصدر ليلا كورة النادي الاهلي يقرر تجميد المستحقات على اللاعبين من المقرر ان يقوم سيد عبدالحافيز بابلاغ اللاعبين بقرار قسم المستحقات مع عودة الفريق الى تدريبات مساء غد الخميس النهاردة فيه راحة وفيه حسب المصدر اللي قال ليلا كورة ان فيه قرار بتجميد مستحقات اللاعبين اولا طبعا فيه لايحة منظمة لهذا العامل ما بين ادارة الكورة والنادي الاهلي واكيد لما بيبقى فيه خسارة لمباراة ثم تعادل او خسارة نقاط تانية بيبقى فيه قرار تبقى لللايحة اللي مبين الجهاز الفن واللاعبين داخل النادي الاهلي اليوم السابع بيتكلم على سناء الاهلي يغادران الى الدوري الجنوب افريقي بعد رحيل موسيماني هنا الكلام متعلق بلويس ميكسوني هينضم لأحد اندية فرق جنوب افريقيا والكلام انه عنده عرض من سيمبا التنزاني وكمان فيه عرض له من خلال كايزر تشيفز الجنوب افريقي ده على حسب عهد صحيفة سيتزين واليوم السابع نقل عنها ان فيه عروض بالنسبة لبيرستاو لويس ميكسوني في الدوري الجنوب افريقي ده هنشوف الفترة الجاية اول ما يكون فيه حاجة رسمية النادي الاهلي هيعلنها بخصوص ملف الراحلين سواء لعيب اجنابي او حتى لعيب محلي كورا بلس بيتكلم ايضا في ملف لويس ميكسوني ومكتوب بعد اقتراب رحيله الاهلي يحدد مواصفات بديل ميكسوني طيب بيتكلموا ان خلاص لويس ميكسوني اصبح خارج النادي الاهلي ولجنة التخطيط بالقالب تبحث عن جناح من اجل دعم الفريق بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين والتعاقد مع لعب في نفس مركز لويس ميكسوني وبيفضل ان اللاعب ده بيلعب بالقدم اليسرى وليس شرطا في حال وجود لعب مميز يملك امكانيات عالية عمل عنشوف الفترة الجاية بخصوص الملف ده لانه كورا بلس برضو بيتكلم فيها تاني وبيتكلم عن ان فيه توصية من لجنة التخطيط بالاستغناء عن حارس الفريق هنا الكلام على ضرورة الاستعاقد مع حارس مرمى جديد والاستغناء عن حارس من السناء علي لطفي او مصطفى شبير على سبيل الاعارة او البيع النهائي لا تعليق